هذا تكررت آية فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت 31 مرة بعض الملحدين قال إن محمد صلى الله عليه وسلم عندما ألف القرآن كان ينسى وكان يكرر بعض الآيات وكان يضع آيات لا معنى لها وكان يضع الغازا مثل ألف لام ميم وحاميم وكذا ومن جملة الكلام المكرر أنه كرر فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة وهذا رقم عشوائي وطبعا من هذا الكلام أنا اليوم قبل السنوات قمت بتأمل النظام أو المنظومة الرقمية في القرآن الكريم وجدت أيها الأحبة أن هناك نظاما رقميا عجيبا يقوم على الرقم سبعة كل القرآن كأنه برنامج يقوم على الرقم سبعة أحبتي في الله دعوني أولا أتأمل هذه الآيات سورة الرحمن ونتأمل كيف تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان بصورة مذهلة تتناسب مع الرقم سبعة وقلنا إن أساس النظام الرقمي في القرآن في الحلقات الماضية يقوم على المصفوفات الرقمية وهي أعقد طريقة في الرياضيات هناك طريقتان أيها الأحبة يمكن أنت أن تجمع الأرقام وهناك طريقة لصف الأرقام أن تصف الأرقام وتقرأها فيتولد لديك ما يسمى بي السلسلة العشرية التي أساسها الرقم عشر هذه السلاسل لم تكن معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم بينما طريقة جمع الأرقام والحروف معروفة فالله عز وجل وضع في كتابه طريقة جديدة ستكتشف لاحقا ليؤكد لك أن هذا النظام هو من عند الله الآن دعوني فقط أنا أتأمل معكم سورة الرحمن هنا هذه هي سورة الرحمن أنا قمت طبعا أيها الأحبة بتلوين الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان باللون الأزرق انظروا معي أحبة في الله هذه هي سورة الرحمن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وهكذا حتى نصل إلى قوله تعالى والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الآية هنا رقمها كم؟ ثلاثة عشر ثم تتكرر الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان في الآية رقم ستة عشر هنا أيها الأحبة ثم تتكرر في الآية ثمنتعش وتتكرر في الآية واحد وعشرين ثم في الآية ثلاثة عشرين ثم في الآية خمسة وعشرين وهكذا حتى نصل إلى آخر آية نجد فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان رقمها سبعة وسبعين طيب الملحد يقول يا أخي ما هذه الأرقام؟ هذه أرقام عشوائية ليس لها أي معنى سواء كان أول آية رقمها تلتعش أو سبتعش أو عشرين أو كانت آخر آية رقمها سبعة وسبعين أو ثمانين أو ستين كلهم أرقام عشوائية انتظروا قليلا سوف نكتشف بناء رقميا معقدا يقوم على الرقم سبعة أحبتي في الله العمل الذي قمت به بكل بساطة كما قلت لكم نحن تعودنا في المنظومة الرقمية السبعية في القرآن أن نصف الأرقام بجانب بعضها لنحافظ على هذه الأرقام لأن طريقة جمع الأرقام الحقيقة الأرقام تختلط ببعضها يعني عندما نقول مثلا مثال أول سورة في القرآن رقمها واحد وآخر سورة رقمها كان 114 عندما نجمع هذين الرقمين يختلطان ببعضهما ويعطينا رقم 115 لا معنى له بينما عندما نصف الأرقام نضع الرقم واحد هنا والرقم 114 يصبح لدينا عدد 1141 هذا العدد يظهر فيه الرقم واحد ويظهر فيه العدد 114 العدد 1141 هو مصفوف الرقمين يقبل قسمة على سبعة أي من مضاعفات العدد سبعة إذن طريقة صف الأرقام تتميز بأنك ترى الأرقام أمامك ويتشكل رقم كبير جدا يبقى من مضاعفات العدد سبعة لأن النظام الرقمي في القرآن يقوم على العدد سبعة انظروا أيها الأحبة أنا هنا قمت بصف هذه الأرقام الآية الأولى قلنا رقمها 13 الآية الثانية 16 ثم 18 وهكذا حتى تصل لآخر آية رقمها 77 وهذه هي الآيات الآية هنا الأولى 13 ثم 16 ثم 18 ثم كذا وهكذا آخر آية رقمها 77 إذن نحن فقط وضعنا أرقام الآيات 13 16 18 21 23 25 28 30 32 34 36 38 40 42 وهكذا حتى نصل إلى آخر آية 77 طيب الآن لو قرأنا هذا العدد الحقيقة هذا العدد يصعب قراءته حقيقة يعني رقم يتألف من 62 مرتبة هذا هو أيها الأحبة طبعا هنا الرقم طويل جدا والشاشة لا تتسعى لكتابته فانظروا هذا العدد هنا 77 75 نرى فيه أرقام الآيات انظروا 73 وهكذا حتى نصل إلى أول آية رقمها 13 طبعا قمنا بترتيب الآيات حسب ترتيب المصحف من اليمين إلى اليسار 13 16 18 وهكذا هذا العدد الذي يمثل أرقام فبأي آلاء ربكما تكذبان مصفوفا هذا العدد من مضاعفات الرقم 7 أي أننا إذا قسمنا العدد على 7 ينتج عدد صحيح بلا فواصل سبحان الله ينتج لدينا عدد صحيح إذا قسمنا هذا العدد الكبير جدا الذي أنا أعجز عن قراءته لأنني سأضطر لتقسيم يعني عدد من 62 مرتبة سأضطر لتقسيمه لمجموعات مثلا 9 أصفار أو 12 صفر تريليون يعني هو تقريبا يمكن أن نقرأه معا أيها الأحبة هذا العدد سيكون 77 تريليون 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 و 757 أيضا تريليون يعني عدد معقد إذا أردنا أن نقرأه سنحتاج حلقة كاملة فهذا العدد من مضاعفات الرقم 7 العجيب أننا لو قرأنا العدد باتجاه معاكس لأن الآية موجهة للإنس والجن وتقول فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني فبأي نعم ربكما تكذبان حتى لو قرأنا العدد باتجاه معاكس يعني يصبح العدد 77 هنا والعدد 13 يصبح هنا 31 لأننا قرأنا العدد معكوسا من اليمين إلى اليسار أيضا يبقى هذا العدد من مضاعفات الرقم 7 من مضاعفات الرقم 7 والآن هذه الآية لماذا تكررت 31 مرة وليس 32 مرة ما الحكمة من العدد 31 أيها الأحبة إذا قمنا بصف الأرقام من 1 إلى 31 بنفس الطريقة تماما التي صففنا بها أرقام الآية نجد عددا هذا هو أيها الأحبة انظروا 1 2 3 4 وهكذا إلى 31 هذا العدد من مضاعفات العدد 7 وحتى لو قرأناه من اليمين إلى اليسار من مضاعفات السبعة أو من اليسار إلى اليمين يبقى من مضاعفات السبعة طيب أيها الأحبة يعني الآن الآن سنخلص إلى النتيجة المهمة أن أرقام الآيات حيث وردت فبأي آلاء ربكما تكذبان شكلت عددا من مضاعفات السبعة باتجاههم والعدد التسلسل من 1 إلى 31 أيضا يشكل لدينا رقما كبيرا من مضاعفات السبعة مرتين ولا نملك إلا أن نقول إن تكرار هذه الآية له نظام وله حكمة وله إعجاز يشهد على أن الله تبارك وتعالى هو من أنزل هذه الآية وأن التكرار مقصود لنأتي اليوم في القرن 21 ونكتشف هذا النظام البديع لنشهد أن هذا القرآن كلام الله ونحمد الله تعالى كما علمنا أن نحمده عندما قال وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر